السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحيل الفنانة والممثلة الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين المغنية جين بيركين عن عمر يناهز 76 عاما قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو فضلا وليس أمرا لايك واشتراك وتفعيل جارس باش يوصلكم دائما الجديد توفية المغنية والممثلة الفرنسية البريطانية جين بيركين يوم الأحد عن عمر يناهز 76 عاما وعطر عليها ميتة داخل منزلها في باريس وتعاد جين بيركين الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين حسب ما تصف به وسط وسائل الإعلام الفرنسية إحدى أيقونات الغناء والتمثيل في فرنسا حيث برز اسمها خصوصا بفعل ارتباطها الفني والعاطفي بالمغني الشهير سيرج جانزبور ولا تزال الأغنية المشتركة التي قدمها الفنان بعنوان أحبك ولا أنا محفورة في الداكرة الموسيقية الفرنسية بعد مصار فني حافل بالعطاء توفية المغنية والممثلة الفرنسية البريطانية جين بيركين يوم الأحد عن عمر يناهز 76 عاما وقد عطر عليها ميتة داخل منزلها في باريس وكانت هذه الفنانة المولودة في لندن عام 1946 والتي ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا بالمغني الفرنسي الشهير سيرج جانزبور وتعد إحدى إقونات الغناء والتمثيل في فرنسا قد كشفت أخيرا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلات حفلت لها وتدهورت صحة بيركين في السنوات الأخيرة وقد تعرضت خصوصا لجلطة دماغية بسيطة سنة 2021 أرغمتها على إلغاء التزامات عدة وقد كانت بيركين التي غالبا ما توصف في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها إنجليزية مفضلة لدى الفرنسيين أيقونة فنية في فرنسا مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء كما كانت ملهمة لمصمم الأزياء في العقود الماضية لقد شكل لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرج جانزبور إتر انتقالها للعيش في باريس في السنة العشرين محطة مفصلية في مسيرتها إذ كانت بكورة علاقة موسيقية وعاطفية بين التنائي استمرت 13 عاما وشكلت زوجان تنائيا أسطوريا في باريس في السبعينيات القرن العشرين بمزء بين الشغف والتألق والفضائح ولا تزال الأغنية المشتركة التي قدمها بعنوان جوتين مموع نيبلو محفورة في ذاكرة الموسيقية الفرنسية وقد أثار العمل فضيحة لدى طرحها سنة 1969 ولم تستطع جين بيركن في نهاية المطاف الاستمرار في تحمل شخصية غازبور المزاجية والعنيفة في بعض الأحيان وفي عام 1981 هاربت من شقةهما في شارع فيرنوي في باريس مع ابنتيها كيت ولدتها من زوجها السابق لها من جون باري وأعادت تكوين حياتها الأسرية مع المخرج جاك دويون